اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على ولاية السعيدة وسيدي بالعباس ايضا الامطار ستكون حاضرة على المناطق الجنوبية الغربية ناحية بشار ولاية ايضا النعامة وولاية ايضا تندوف سحب كثيفة اقصى الجنوب ستميز ولاية تمرست ولاية اليسي في الفترة الصباحية اجواء مشمسة صافية على المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الشرقية ايضا في الفترة المسائية بحول الله تعالى متابعنا الكرام نتوقع خلال الفترة الليلية امطار ستكون معتبرة على المناطق الغربية الساحلية والمناطق الغربية الداخلية ناحية وهران عاية واشنط بالاضافة الى ولاية المسان وولاية ايضا معسكر غريزان ولاية السعيدة ولاية السعيدة بالاضافة الى ولاية تيارت ايضا الجلفة ايضا ولاية الاغواط ولاية البيض ولاية النعامة ناحية المشرية ايضا شمال ولاية غرداية ايضا الامطار ستكون حاضرة في الفترة الليلية على ولاية سطيفة برج بورريج ولاية المدية ايضا ولاية بليدة جزائر العاصمة ايضا ولاية زيوزة ولاية بيجاية بعض الزخاة المطارية جنوب ولاية هيجل أيضا ولاية ميلا نحية شلغوم العيد كل هذه المناطق ستكون معنية بالأمطار باقي المناطق الشرقية ستكون أجوى تقريبا صحوى المناطق الجنوبية الغربية نحية بشار أمطار ستكون أيضا معتبرة بالإضافة إلى ولاية أدرار وولاية أيضا تندوف باقي المناطق الصحراوية الأخرى ستبقى تشهد سحب كثيفة عابرة نحية تمراصة وولاية إليزي نمر معكم إلى درجات الحرارة متابعين الكرام اليوم الأحد الحادي عشر من شهر أوت 2019 إذن نتوقع درجات حرارة عالية على ولاية أدرار كما العادة بالإضافة إلى ولاية تندوف سنسجل ما يقارب 47 درجة أيضا أجوى حارة على ولاية بشار قد تصل إلى 43 درجة ولاية وادي سوف أيضا ولاية بسكرا وولاية ورق قد تصل درجة حرارة إلى 45 درجة 40 درجة على كل المناطق تقريبا الشرقية قسنطينة قل مسو قهراس أيضا ولاية تبسة وولاية أيضا لمسيلة الجلفة بالإضافة إلى ولاية سطيف برج بوراريج ولاية لمدية تسيمسيل تنظر منطقة 5 مليانة عين دفلة أيضا ولاية تيارة بالإضافة إلى معسكر بالإضافة إلى ولاية الشلف وغريزان سنسجل 43 درجة المناطق الغربية السحلية سنسجل ما بين 31 إلى 33 درجة نفس المقياس على المناطق الوسطى إلى غاية تقريبا 37 درجة خاصة العاصمة بومردس المناطق الشرقية السحلية سنسجل درجات حرارة عالية تصل إلى 38 إلى 39 درجة خاصة على نابس كيكدا ولاية جيجل ولاية بجاية ولاية الطارف وكل المناطق السحلية نمر معكم متابعين كرام إلى الرياح اليوم الأحد ستكون حاضر على ولاية أدرار ولاية غرداية شمال ولاية تمرست وأيضا شمال ولاية إليزمة يؤدي إلى تضاير لبعض الرمال البحر سيكون مضطرب على المناطق الشرقية والمناطق الغربية سيكون هادئ وجميل على المناطق الوسطى إذن عيد سعيد مبارك للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا